السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن دور البيم بالنسبة لمهندس الموقع لان محتاجين احنا البيم جدا عشان نقدر نسيطر على عملات الموقع البناء دي واحدة من المخافة الرئيسية الهمة للعملاء والمولين لان اغلب التأخرات في المباني بتتم في مرحلة البناء والتشهيد التأخرات بتتم في مرحلة البناء والتشهيد بشفة سنة التصميم فعشان كده في اهتمام بين البيم يبقى موجود بحيث ان هو هيقدر يسيطر ويعالج المخافة لان الرسومات السلطونات الابعاد وحتى سلطونات الابعاد بشكافية الا لما يكون فيه جداول زمنية ومواصفات وفيه معلومات وفيه تسميات ده بيقلل مجال الاخطاء من خلال البن بنقدر الصممين والمقاولين بقدروا يعملوا تصور 4D لمواقع البناء من خلال ان هو بيبدأ يربط الموديل 3D بالجدول لزام المشروع عشان نقدر نحدد المشاكل دي ونقدر نتأكد من المشاكل ونقدر نحدد المشاكل الموجودة فيه نقدر نشوفها ممكن في الجذول الزمني في البراموفيرا واللميسي بروجيك كلام مرصوص فما تقدرش تاخد بالك او تعرف في ذا المشكلة بالضبط اهم المشاكل في هثناء التشريد عدم التخطيط الجيد عدم السيطرة على الموقع البناء فيه وقت بيديا كتر جدا في الزر اللي مواد توصل او ان التعليمات او العمال الاضافيني بموجودين مفيش مراقبة ومتابعة لسير العمل وانقارناته مع الحاجات المخططة فعشان كده برز لنا موضوع البن التعاون القائم على خلق القيمة خلال دورة حياة كاملة للاصل ويكون فيه معلومات كاملة ومتربطة بينها وبين بعض بحيث ان انا كمدير للمشروع اقدر اخذ المعلومات اللي انا محتاجها ففي فوق كترا جدا المقاولين بياخدوها بتشمل ان هو بيبني بتكلفة مخافضة نتيجة ان مفيش عادل الشغل ومفيش ريبيلد ومدة المشروع بتقل لحسين السلامة في فوق كتيرة زي مراقبة افضل تكلفة من قل للوقت سير العمل فكل الحاجات ديات فوقت اكتر بكتير من التصميم يعني في التصميم بيبني ديزاين بيبني في فايدة مثلا ويقوم مثلا واحد دولار في الباب اللي هو بيلدينج اسيمبلي اللي هو اثناء شغل المولات يبقى عشرين دولار اثناء التشغيل بيبقى اضعف بقى كده لان الفترة الزمانية بتبقى اطور يعني مش موعا ان انت بتبني خمس سنين لما ابنها هيوعد خمس سنين ده هكيب بتبني مثلا سنة لما ابنها هيوعد مئة سنة فعشان كده يعني لازم نتاجه للبيم طب ليه فيه تأخير في موضوع البيم دوت في مشكلة ان التبني بيش سريع لان البيم بيعتبر زي استثمار ضخم العملاء ففيه ناس مترددة فيه ناس خايف ياخد فكرة المبادرة بس هل احسن ان انا استنى لحده من الناس كلها تبدأ تتبنى البيب وبعد كده ادخل بشباب مايز بحاجه ولا ان انا ابدأ وكون انا الرائد للموضوع دوت وكون انا من اول نسل شارل بكده هذا سيفيدني طبعا كبير سيفيدني في الشركة او بورتفوليو ان انا اشغال في الحاجات اتنى من فترة واخدني خبرة كويسة لنجرب فيك ففيه لما تكي تشوف الفوائد وتشوف المبلغ اللي انت تدفعه هتلاقي ان هو مبلغ بسيط مقابل الحاجات اللي هتجيلك ان ان لما هبدأ اربط البيم بالبرامج جدارة البناة هتديني تفاصيل اكتر هتديني معلومات اكتر هتقدر تركز في ايه المشاكل الموجودة في الجدول الزمني تقدر تشوف دليل كل المشاكل اللي حصلت تقدر تشوف ايه المشاكل و ايه الحاجات اللي قدت المشروع ده نجح او خسر نقدر نتخيل شكل المباني نقدر نشوف هل في مثلا وقت مفيش بنا فيه هل فيه وقت فيه كذا حاجات شغال في نفس الوقت لما يكون معمول بالبيم او معمول فور دي بيبقى افضل بكتير بعدين نقدر نتجنب تأخير تأخرات لان فيه عقوبات او فيه مشاكل او فيه مبالا والدفع لما يحصل فيه تأخرات فعشان كده من خلال البيم نقدر نوفر الوقت حيث ان التكلفة مزدتش ونقدر نخلص المشروع من غير ما نقعد نقول نلوم بعض ونقول له فيه إدارة سيئة فيه مشكلة فيه هنا فيه هنا فيه هنا فبما بيديني حاجة ان انا اطبق الانتجريتد بروجيكت ديليفاري الاي بي دي ان كل الناس بقدر توصل للمعلومة وكل الناس تقدر تتبادل معلومة بسهولة جدا بيشكل واحد واخد ملفات او بيبعتها لشخص واحد ويقول لك لا ما تبعتش لفلان انا دائم منه بيحصل يقول لك احنا عملنا الواحة دي ابعتها للناس دول ما تبعتهش للدول ما تبعتهش للناس لنا في عيوب فمحتاجين يكون فيه تنسيق فالبم يديني تنسيق تكون المعلومات كلها موجودة عند الناس كلها وان اي حد يقدر يوصل للمعلومات اللي هو محتاجها بالتفاصيل يعني الامي بي يقدر يشوف مثلا الساكاشن سلسية الابعاد للمعمارة عامله فقدر يتخيل هو بيفكر فيه فلما يكون في معلومة صحيحة ومفصلة ده هيسهل كتير جدا لو انا ما عنديش اي معلومة هنفتي وانتبع فيه مشكلة عشان كده لازم يكون فيه التزام بان نحن نطور وان نحن نحسن طريقة التعامل مع الشرع البناء وعشان نعمل بم كويس محتاجين تخطيط استخدام الموقع ده البيم هيتضر يفيدك في الموضوع ده تحدد فينا الحاجات اللي اللي ستبقى موقعتها في الحاجات اللي ستجمع فيها الشغل في الحاجات اللي ستجمع فيها المواد بين تخطيط الامان وخط التخلال للموقع اللي حصل المشكلة نجمع المعلومات كل الاقسام في مكان واحد نقدر نتبدل بين معلومات نقدر نكتشف المشاكل الموجودة من حيث الكلاشات نقدر نربط مع الجدول الزمن للتنفيذ نقدر نشوف الاشتباكات بخصوص الوقت ان ممكن يكون فيه كزا حاجة يشغلين في نفس الوقت البيم برضو يقلل ريكوست فور انفرميشن يجب ان تجد حاجة تبعت استفصار وتأخذ سيكشن وتسنى الرد عشرين يوم وتعمل الكلمة تتخلي الوقت التطول أكثر برضو مدرور تقليل اوامر التغيير لان ان شاء الله لا احسرت عدلات كتير لو انت مشتغل بالبهم اثناء التصميم اثناء التنفيذ فعدد اوامر التغيير يدل على كمية التعرضات ومدام كمية التعرضات والتضاربات قلت سيقل الرفي ستقلل الكلم سواء المادية والزمنية عساس ان الاخطاء قلت سنقلل اعادة العمل سنتحكم اكثر في التصناع المسبق سنستخدم بكفاءة الطاقة والاستدامة نستخدم تكلفة بقوة من قبل ان نبدأ سهل جدا نعمل الشوب دروينج وهي اتبقى قريبة من المخططات التزاين والمخططات الاسبلت التي اختفتت اشياء كثيرا نعرف المواصفات من قبل ان نبدأ نعرف ماذا السقلات والشادات الخشبية والشادات المتشاكل نقدر بقى عندنا جرد صحيح للمساعدات وهي بعض فواد البم فعشان كده نحاول نحتم ببناشر فكرة البم وان شاء الله تلاقي كل المعلومات في مجالة بم عربية السلام عليكم